الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا تريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس قل شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشركي العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به فهو كافر أدو لله وإن ظن طائفة أنه ولي لله كما كان حكماء الفرس من المجوس كفار مجوس شكرا لثيس أمر في هذا العبادة وأتحدث عن 를 حتى سافر العلم一 destin رهما عن الناس حسب مجسم ويكون لكي أصبح الله ويؤكد في كل شيء يأتي في كل شيء ما يرد فيه حتى لو كان هذا الناس يبدو أن يكون الناس صحيحة وحتى لو كان هذا الناس يبدو أن يكون الناس أصيحة الناس الذي تفضل العالم وليس يقفون العالم ويجب أنه يتقفون عن الإبادة ويوجد أنه تجد أنه يشاركا في أن تبين الله أبيه قاله رحمه الله هذا الرجل ولا يمكن أن يكون ألي إذا لم يؤمن كل ميزة الذي يكتبه صلى الله عليه وسلم لذلك قال عبادة والعلم يُجوال العلم فقط يحبث بين من آمان بي محمد صلى الله عليه وسلم التعلم فقط يعني بمشارك لأحكمة الناس والسنة but other people who have knowledge it's the knowledge, it's the fake knowledge that they are not to be considered scholars the ulama that we think about so here some of the ulama picked on this point and they said someone who does not believe in Muhammad we don't consider him alim or we don't claim that he has knowledge so it's beside the point if someone even have a lot of knowledge and someone who's so inconsiderate about this dunya وهو ليس بخير عن هذه الأشياء العالمية لأن هذا ما يمكن أن يكون مرحباً يرى الناس زاهد، عبد كبيراً كبيراً لهم وكبيراً في العبادة والعبادة وفي الأحيان الله كما يرى وعندما يرى ذلك، يعتقد أن هذا الرجل يحب أن يكون ولي وإذا كان هذا الرجل ليس من أحد الأولياء الله فلين سيكون؟ لذلك هو أنه يقول هذه الأشياء لأنه يجب أن تكون مرحباً لأنه لا تكون مرحباً ومسرعاً بما ترى لأنه سيضع لك بعد ذلك فرملاً الذي يمكنك استخدام ويستخدام الذي يمكنك استخدام لإستخدام إن شخص أو شخص يكون أحد الأولياء الله أو لا لذلك قال إن شخص يحصل إلى الأولياء العبادة ويحصل إلى الأولياء العبادة ويحصل إلى الأولياء العبادة ويحصل إلى الأولياء العبادة ويحصل إلى الأولياء العبادة لا يمكن أن يكون أحد أولياء الله سبحانه وتعالى ثم يدعون مثل كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعباده يعني يدعون مثل الأحبار والرهبان 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 الذين كانوا كثيراً في رجوعهم يعني ترى أن ترى كثيراً كثيراً فهي أتمنى حيث في كبيرها فإن أتمنى أن يدعون بحديث وإن تأثير محلوة وإن تأثير مؤسس والشخاص فإن تأثير محلوات فإن تريد أن يكون قدد بحديث لجميعها يدعون بحديث بطالة بطالة أكثر بحديث كثيراً بحديثم ويقوم برسالهم and they isolate them and they throw them in jail in these jails they call churches and they completely take away from them the least amount of rights that a human human being deserve and that is the desires that Allah put and put as instance in them they take it away and then look at the results look at the results and look what we hear every day and those people divorced supposedly their marital life and they said we're not going to get married and we're not going to have kids and spouses and Allah subhanahu wa ta'ala and he tests them and look what happens to them when they cannot fulfill that call that desires that Allah put in them every day we're hearing about and sexual abuse in the churches and we're talking about thousands of thousands of thousands of cases those are known and thousands and thousands are not known even that they're their Pope today and they're Pope of today yeah and they are even linking him to some of those those cases that he knew about it and he never reported it and those people who were accused still holding the same positions and still being priests and still being trusted on people's religion and people's kids and youngsters so that is the and when people decide to deviate from the nature of Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala will surprise them and they will fail they will fail when they decided to feed cows meat and cows not is not created to eat meat Allah subhanahu wa ta'ala tested them with the mad cow disease that is the reality when you try to deviate from the creation of Allah subhanahu wa ta'ala you will have to deal with the troubles you are putting yourself in troubles la tabdeelah li khalqillah Allah subhanahu wa ta'ala makes it clear no change for the creation of Allah so once people decide to change the creation of Allah that Allah subhanahu wa ta'ala will test them and once they decide to go against the nature of Allah Allah subhanahu wa ta'ala will test them and once they try to oppose Allah Allah subhanahu wa ta'ala will test them and they will fail they will fail this test is prone to fail and that is what you see in the reality and that's what you should be you should be reflecting upon so here Shaykh al-Islam rahimahullah he said the example of those the rabbis the the priests that those the monks amongst the Christians and the Jews who claim that we are so dedicated and you find the person of them not all of those who are who decide to go to follow the celibacy laws of the Catholic Church we say they molest kids but they have taken away from them that nature that Allah that desires that Allah instilled in them yet they are so dedicated they are so involved in the ibana in the zuhud in divorcing the world but that does not help them all these things will not help them all these things do not make them mu'minin and those things do not make them from amongst the believers and as a result there is no way for them to be from the awliya because they did not believe in what Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has said wa kathalika al-muntasibina ilal-ilmi wal-ibadati minal al-mushrikina al-mushrikina al-arabi wa al-turkii wal-hindi wa ghayrihim min man kana min hukumat also add to that it's not only he give you more examples it's not only that the monks from amongst the Jews and the Christians and the worshippers and the